السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم سنشارك معكم موس بشوكولة البيضة و بمكوناين فقط في القناة ثلاث وصفات بالشوكولة البنية بطرق مختلفة بدون بيت بودرة الشانتينيه بكريمة الخفق كلها ناجحة وبنينا ما شاء الله وهذه اللاموس إضافة إلى أنها بسيطة عندها ميزات كثيرة فهي ممتازة في القوام يعني القوام تحت ثقيل وثابت بنينا في الطعم وتتحمل درجة الحرارة العالية يعني في فصل الصيف ولف المخابز اللي تكون فيها درجة الحرارة العالية يستعملوها وتبقى محافظة على قوامها أو شكلها أما استعمالتها رح نتكلمو عليها في الفيديو بسم الله وندخلوا مباشرة في المقادير هنا عندي متين غرام من الشوكولة البيضاء تقدروا تقطعها بالسكين كما تقدروا يعني ستكرفجوها في السكرفاج عندي ثلاث وستين ميلي لتر من كريمة الخفق يعني الكريمة الخاصة بالحلويات رح نجيب وكسرونا ورح نحاول نقسم الكريمتان إلى ثلاث أقسام يعني رح نقسمها فقط بالعين إذا حبيتوا يعني توزنوا ولا تعيروا رح نديروا مية وعشرين ميلي لتر في كسرونا يعني رح نسخنوها ونوصلوها إلى درجة الغاليين ومية وربعين ميلي لتر حنخلوها باردة ولا حنخلوها جانباً هناك مشتوب بعدما صغنت لهذه الكريمة هنا درتها مباشرة فوق الشوكولة ولما تفرغوها حاولوا تخلوها دقيقة أو دقيقتين يعني ما تخلطوش فيها خلوها تكتسي بدرجة الحرارة هكذا باش تدوب لكم بسهولة إذا حاولتوا تدوبها في اللحظة ليتفرغوا في هالكريمة هنا ربما رح تبرت لكم هذك الكريمة وما رحش تدوب لكم الشوكولة المهم إذا ما دابت لكم ش هاد الشوكولة تقدروا ديروها في الميكونت بضع ثواني ولا في حمام مريم ضروري هاد الشوكولة تدوب تماماً قبل ما تضيفوا الكريمة الباردة يعني هنا الكريمة الثانية هي تلث مية وستين ميلي لتر خضينا من هالثلث لي هو مية وعشرين ميلي لتر سخنة وميتين واربعين ميلي لتر خلينها باردة يعني ضفتها تركاع المازيج الغرض هو أننا نبردو هذا المازيج يعني نبردو خاليط الشوكولة والكريمة يعني نخلطهم يعني تجانسوا تماماً مباشرة رح نجيبوا بابي فيلم ورح نحاول نحطوها على تماس مباشر مع سطح الكريمة يعني هكذا باش ميديرناش هذيك القشرة اللي من الفوق إذا تشكلت لكم هذيك القشرة رح تضطروا باش تتخلصوا منها تماماً وبالتالي رح تنقص لكم الكميات على موس رح نزيد نعود نغطيها من الفوق باش ما ترفض نشر روائح تا الثلاجة لأنه ندرتها في الثلاجة يعني حوالي ساعة وإذا ما حبيتوش يعني تقدروا تخلوها في درجة حرارة الغرفة حوالي يوم كامل هنا مباشرة رح نحن نخفقها ونحاول نعطوها القوامة الكريمة يعني هنا رح تطلعنا هاد الكريمة بسهولة ومن وقت إلى آخر رح نحن 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 كامل هذيك الأطراف هكذا باش نحصلوا على كريمة تكون متجانسة هنا كيفاش نعرفوا بلي الكريمة يعني تخفقت النمليح مليح هدها الخلط يبدأ يخلى الأثر في الكريمة ويبدأ يرسم فيها هاد التموجات وهاد الكريمة ولها الأموس عندها استعمالات كثيرة تقدروا تزينوا بها الكابكيك ولا الكاك المكوب تقدروا تستعملوها في الورود تقدروا تزينوا بها الكيك راح نوري لكم بعض النماذج أما التغلف فرح تبدلوا المقادير يعني ستخلو كمية الشوكولة مئتين غرام مقابل مئتين وستين مليلتر من الكريمة سوف تنقص كمية الكريمة تقدروا تغلفوا بها الكيك تقدروا ترسموا بها دموع الشوكولات وغيرها سوف نقوم بالشوكولات سوف نقوم بالرابط في صندوق الوصف سوف نستخدم هذه القمة سوف نستخدم المتوفر في المنزل سوف نقوم بالكريمة في كيس الحلواني سوف نرسم بعض النماذج سوف نرسم الكريمة سوف نرسمها بكل سهولة كما قلت لكم ثقيلة وقوامها ممتاز مهما تكون درجة الحرارة سوف تكون محافظة على الشكل بسيطة سهلة جدا بمكوينين فقط سوف نقوم بكريمة الصعبة سوف نقوم بكريمة سوف نقوم بكريمة و سوف نقوم بكريمة سوف نقوم بكريمة و نرد من الملصف لنظف التحليات تحمر البيت سوف نقوم بكريمة لاموس حلوة الماداق واذا درتها في كيسا كبار يعني رح تقامكم بسرعة حاولوا تصغروا ليفغينتاكم وإلا ديروا هاد لاموس يعني التحلية بالطبقات يعني رح تديروا بسكويت رح تديروا هاد لاموس ورح تزيدوا اي نوع من الفاكهة وهاد لاموس يعني تتلائم كثيرا مع الفواكه الحميدة رح نحاول نديرها لكم مع كريمة الليمون رح نديرها في القناة الكثير من تحليات الكؤوس رح نخليكم بعض الروابط في صندوق الوصف إذا حبيتوا تشوفوه أما التزيين رح يكون على حسب الدوق وعلى حسب المتوفر في المنزل أنا ضفت لهم بودور الخشخاش يعني نصراحة اللون الأبيض مع اللون الأسود مدلي شكل جميل لهذه التحلية وستزينتهم بشعر القناة انتم تقدروا دير لهم حبة فراز تقدروا دير لهم حبات من الكارس رح نبدوكم شكل جميل جدا لهذه التحليل هذه نهاية الوصفة وإذا عجبتكم ما تنسوني شميل اللايك ومشاركة الوصفة والقناة مع الأصدقاء وفي الآخر ما بقى لي إلا نقولكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة